الحلول هي حلول الدولة بتوفير مدارس وآلية صحيحة من نظامات المجتمع المدنية أن تعمل صورة صحيحة وليس شكلية في الوقت المحدد وينتهي لا الهازم هي مستمارية لا نعود نظرة مستقبلي للطفل بناء كل دولة وهدم الدولة هو الجانب التعليمي عندما انفقد تعليم الطفل انهدمت أركان كثيرة من الدولة الدولة العراقية لم تأخذ هذا الطفل بعين الاعتبار وطور مستقبله فأدى إلى الانحدار الخلقي وأدم في ما قلنا نحن عندنا مشكلة داخلية داخل أسرنا أكلها مبالات عند أولياء الأمور الأمهات والآباء وبسبب ضغط المعيشي وسوء المعيشة يعني يضطر أنه مثلا يشغل ابنه يعني على أفضل الأحوال أنه يشغل ابنه ويا مثلا فتبدي يعني شكل الطفولة ينتهي عنده مبدئيا لأن هذا يعيش بالسوق وبالمهنة ويبدأ يتعايش بطريقة ثانية يعني كأنما يعيش الرجولة وهو طفل وهذه المشكلة الأولى لا يخفى على الجميع أنه بالفترة الأخيرة أنه قضية تفشي للوباء وباء كورونا أنه كان سبب رئيسي بزيادة الأعداد هذا لا يعني أنه سابقا ما كانت أكو أعداده بحاجة إلى المساعدة والوقوف معاها بس هذه الفترة الأخيرة أنه تسببت بزيادة الأعداد باعتبار أنه الأطفال التلاميذ المدارس انقطعوا عن الدوام مما أدى إلى تراجع الوضع بشكل ملحوظ وأدى إلى هذه الأعداد التي ذكرتوها ربما أعلى من هذه الأعداد